هذا البرنامج برعاية تقدر تحمل تطبيق ماي ليبيانا وتشوف اخر عروضنا وخدماتنا وتتواصل معنا اكتب من الطعم اللي يشمعنا هذا البرنامج بمساهمة اشتركوا في القناة ويفتح أبوها بالخير الزجرب مسخرك زي ماوزك الطير مرقيت بابي مسكره ويفتح أبوها بالخير وانساخ مش تتفكرة لو يوم دلت الخير والناس رهي البضاء والخير مللي الخير لا تقل لا تقل ألا عايش داق أو تمل أو تمل من المشاق لا تقل لا تقل ألا عايش داق أو تمل أو تمل من المشاق بالعمل وبالأمل رب أرزاق تساق رب أرزاق تساق حلقة اليوم في مكان يبعد 120 كم غرب طرابلس رجدالين بلدية تمتاز بطبيعتها الجميلة وبناسها الطيبين ومحمد بلاعو هي اللي تشرفنا بزيارة اليوم واحد من الناس الطيبين اللي عايشين فيها حباه الله ببصيرة وإرادة ميزاتها عن كل أهالي بلدية رجدالين موسيقى السلام عليكم كيف الحال؟ شو الأخبار؟ شو الأمور؟ أخبارك طيبة؟ موسقين معك برنامج قطو حسن عندك علم الحاج موجود إن شاء الله موجود يلا إن شاء الله شكرا ببارك الله فيك السلام عليكم موسوقك شو الأمور رب يعينك إن شاء الله شو الأمين يا رب العالمين إن شاء الله arlük سيديك علم في البرنامج اسماء قدوا حسن وال 하니까 موّبا إن شاء الله حسن بديم معاك لتلك اللقاء ع ud República موّبا ان شاء الله والله الحمد لله رب العالمين نحن ما عندك مشكلة المهم إن شاء الله بندير معك لا أنا ما بيش شيء مشكلة بقدم أنا جاهز تمام تمام يلا إن شاء الله شلو اللي بتاكل بيأخذ مني يعني لا لا تخلص تلك المشاباب يركبون لك الصوت إن شاء الله والأمور تمشي تماما إن شاء الله يلا هاي بدنا أمورك المهم تماما يا محمد الحمد لله الله يبارك فيك إن شاء الله تكون زيارة موافقة الله يبارك فيك عمي محمد ما قلتلك في البداية طبعا إحنا برنامجنا اسمها قدوة حسنة طبعا إحنا زي ما عرفنا إنك أنت تصلح في مضخات المياه طبيعي بشكل وزي ما نعرفه إنك أنت فاخد البصر طبيعي وإنك أنت يعني تصلح في الحمد لله الحمد لله لما يجيب تقول حد يصلح في مضخات الحمد لله أول سؤال يقولك كيف صحيح كيف كيف ما لا تقول هذه طبيعي لا شك فيها يعني باعتبارها هي كانت أصلها كلا من الموهبة مش موهبة كاملة ولكن بعد الحادث السيارة فقدت البصر بطبيعي لا شك صارتها مش مجددا لا 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 فقدت البصر أنا بعدها وقد أشناء كنت أفقد بالبصر؟ في الـ 70 فقط المصر يعني مثلت منكم تأربعة أربعين سنة أو 23 سنة شايل ولكن مشيت أعلاجة البرة ولكن خلاص يعني العلاج ليس لدي فايدة أصبح مأيوس منه ولهذا شو هو الحل؟ الحل لازم أفكر في شيء على أقل ليضمن لراحة النفسية درجة لولي درجة لولي أين تشليك تصلح في المذخات؟ والله من الثمانية والسبعين ما شاء الله من الثمانية والسبعين يعني قبل بعد الحادث بيعها؟ بعد الحادث دالة بعد الحادث بعد أخضان البصل ايه قلت لي تخلط على أشياء كانت سابقا فيه مذخات صغيرة نقول له نحن أصبصلي لول هذا كاي متاع الكبوسة الحمرة ما نكن تلحق تعلوم بذيح للسلام ريش عارب ولكن فالحقيقة دخلت علىها وبدأت فاة بالشوي وبدأت تصلح فيها أبهرت فاة الحقيقة بالتصليح ماذا؟ كيف أنت توا مبكري أول سيدك؟ كيف بديت تصلح؟ وكيف بديت تعرف الخلل؟ يعني أنت زي ما قلت تحدث في السبع وسبعين السبع وسبعين وفقدت بصرك كيف أنت تعرف الخلل في البومبا ولا في المدخة؟ كيف يعني؟ لا هي عملت الصوت بالصوت يعني صوت؟ طبيعي طبعا أنت تقول الحاجة المحروجة بتظن زنان كويس أو مثلا حتى فاة خلل ممكن كوشنيتي ممكن فاها بمبينة متشتغلش فاها خيط مقطوع الداخل فاها شي بتبعد زن بص يعني زنان بسيط يعني تأخذ الخلل بصوت؟ هالي متشتغلش هالي متشتغلش نفتع عليها ونشوف القلل وين ونشوف الانظوط إذا كان هو مش كابس ماك حد يعاو فيك أو أنت بروحك؟ لا والله هالي كنت بروحك حقيقة حتى تقول الحل ماك تقول معي الولد مرات يعني الولد كويس حتى هو بدي تعلم معي الحقيقة هتما أعلمت عني حالي تعلمت يا ويندك تعلمت يعني حتى هو ماك يعني احطت الصنع يعني معقول يعني كويس يعني كويس مية مية اآ يعني يقدر يعني 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 أنت تصلح بروحك بروحك عمي بهم اا بروحك ما تحتاج بحد معك هاي هدي فتحها مصبو عني هذا الكركص متاحة هي موجودة هذه الكركصة وهادي فاها مجمع داخلي هذا المجمع الداخلي عالية طبعا كده طبعا ما تشغلس باعتبارها شني لكي نزل فيها الذاكري ننضغط المضاعدة نطلعه فيها بتريقه الكركاص هاليتي النزولت هادا غيره فيه أصلا هادا يطلع كله لكن في كوشنطيات وفي برولي العذاب ده باش ما يطلعش الزيت وتخش المياه هادا يتغير فيه كل شي غيره كل شي غيره مجمع على غير فيه أصلا ما يكون مضروب المجمع هذا هذا ينضرب احيانا باي كيف تعرف انت المجمع مضروب؟ نجربك هاي كانت مجربك هاي فاسطة دي باي؟ اشتغلت ايش؟ كويس هاني فصلت منياتها هاني اشترت كفدرت لنا حياتها اه الخيوط مطحي هذا الخيوط طبعا هذا ثلاثة ثلاثة خيوط رئيسيا كويس ها منجرهم وجربتها فاش نجربها طرح؟ نجربها في المصاصة هو في المضخة اللي كاولي ندرها الدائرة الكهربية تمام اذا كان يطلع الثلاثة يشتغلوا اذا فها امل سبعين في المئة كويس واذا كان واحد منهم مشتغلش يبقى مضروب المندخل وطبعا هاي منتغيرش لما انتغير اللف هاي كامل بالطبيعي هاي طلقت محروجة صاحبها قال لي غير لفة كامل غير لفة كامل هاي شو تاني؟ تمام هاي لفة كامل طبعا تختلف ودرناها الخيط راكمناها الخيط لان الخيط هاي الاصلي هاليا خيط لازرق امتاعها غادصة ايضا طبعا الان ننتظروا فيه شرط المائي باش ندرها شرط المائي باش مرعاش شرط المائي باش مرعاش شرط المائي لا انا ما عنديش والله كان عندي يتمل حقيقيا بس انا عمي محمد بنسألك لحط انك يعني تصلح بحاجات يعني قاعدة مفتاح بس في حاجات انت مش متوفرة عندك على ما معاش بعدي العدة نقصة العدة عندي نقصة من كل صباح شلو السبب يعني؟ زاقطة متاعة الكوشنتيات اللي طلع في الكوشنتي والاطراب من الثابت والصاروخ الثابت هذا كله ما عندكش؟ اه لانه هذا يدوي كله يدوي شاعات نرفع للطورن انا تقول الان في حاجات دروي نرفحها للطورن باش ننقوبها والله نندلها لحام ولا نندلها حاجة لانه وماكنة لحام بانت عمي مفرتاش عمي محمد هاي ولا اي مفرتاش لانه ظروف ما متتش يعني في التوفير لانه تبي ممكن يتمدي انا مران ما نستغلس في الناس بدرجة بيها من تجلب شريح تحليم يعني التصليح تصليح يعني متاع سد حاجة بمعنى سد حاجة متاع مصروفي اخرى متاع مصروف عشر جنيه خمسة عشر جنيه جنار الواحد الكاهي وساعات خمسة وساعات حتى مانداش نقول له مروا زين يعني يعني كان بالكثير كان هؤندا نقول له عطيني حق طروف يستدي شريح ساعات تسليف طروف يستدي شريح مسام حقفة مفيش مشكلة بكل يعني بارك الله واحد يعطيك عصر جنيه واحد يقول لك انتخل خمسة عشرين ويقول لك لا مهوش حقك لا حقك عشرين خمسة عشرين كثير للناس دي موجود يا راب يعني الحاجات هيا يدوب مصروف ما تقدرش تشري بها ما تقدرش تشري بها ما تقدرش تشري بها بها انت ما فكرتش عمي محمد انك تفتح محل ولكن عندي محل سابق عندك محل عندي محل قدالة غادي هنا على الكيس غادي ما روشي على الرئيسي على الرئيسي على الكيس غادي بين الجميل والقليل با عندي محل غادي ولكن طبعا باعتبر السلاميكا وواحد يبعد علي شوي كابلنشي من الصبح وكذا وطبعا بنقلك بالطفل وعصني يرفعني ويجيبني ويوليلي ويرفعني طبق غصة وهنا يجوني طبعا حتى الساعة واحد نفر واحد غا تستواتي محل يبي امكانيات زي ما قلت انت يبي امكانيات يبي انك تثبت فيه يعني ما تتحركش منه انا ما تتحركش منه بالتاكيد يعني ولكن يبي امكانيات زي ما قلت انت مؤدات وحاجات زي يبي عدة كاملة صحيح يبي عدة كاملة والعدة ديتها طبعا ادي كابلنشانا هني بتكلفني حوالي تلتة لا في جنيه لا ربعة لا في جنيه ولا بوق طبعا الان العدة بدتها صبحت غالي يعني معاش رخيصة بالدرجة ونتا ما عندكش مدخات جديد مثلا انت بيع فيها لا ولا لا 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 جديد ما عندش صلح وخلاص انصلح او يجيب لك حد يقول لك والله عندي غاد صباح حالي مستعمل اي نتأكد منه نياتا خلاها تشتغل مشوار هال الفاحرات تسخن ما تسخنش في كده ضعف ما فيها الضعف لما نتأكد منها خلاص يعني باعتبارها يجيني حد يقول لي انت قداش تباهي يقول لي كده كده طبعا باعتبارها مستعمل يعني بتكون اقل اقل ثمن اقل ثمن بها لكن انتو في الصيف وفي الصقع يعني في الشتاء عادي في الشتاء الحكاية الصقع ما عندش مشكلة تقعمز هالي في الشتاء اه في الشتاء نعمز ان ندير فيه تاكي من ياتيكي تاكي وننقعمز او ساعات عندي المخزن هوا نياتا خوش غادي ننركب كل شي ونتمها كل شي ونجرب انا غادي ندلها سبينا الخيار طويل نجرب بيه ثم كاعداي وخلاص طوي دكانك هدا قداش يبعد توا عليه والله ما يبعدش هلبا هو في حدود 2 كم نجد رو نمر وشوفو مع بعض عين والله ما يعود انتو شوفو انه هو وطول مسكر في زسرتته فا نصننت تأمي جديدا يعني لا عاد حين نمشو شو نديرو عليح طلا نبشو فلو يعني كداش مشى القنق بسه نشى الله مشى حتى عصرف الخمسة لا نبشو فو يعني كم يبعد عليك من هنا لا يبعد يبعد شوي يعني وعدها ولدي ساكن تمنى ما زالو وينة ولدك محمد هو هذا المحمد اللي قاعد معا تعالى محمد عقرب 色 جائلا كيف الاخبارة محمد ما هي ما تلاي ماشي لانا ما فيشك المردود اللي يقوليها مردودها مش قويها المعيش تبي بالمستقبلة طبعا ايك زينا يوش معانا عنها كممكن مش معايا انا اعتبارها عادي انا انا يعني نتحصل على مصروف يعني متاع خمستاش عشرين جنيه ثلاثين دينار عشرة خمسة هو امي محمد هو هي القناعة الحمد لله يا ربي لكن بالله عليك توا الخمستاشر جنيه ولا العشرين جنيه ما عاديش يديرو شي لكن بسيط عليك لنا لا انت اسمعني انت راو عمي محمد راو قدوة را ولاي ناس متاجة حيتي هي مقفلة وخاصة في الظروف الالان الحمية اللي كانت سابقا كانت سيولة مش موجودة وغيرها فيه المسيكين يعني وبعدين انا الناس كل هلية من الكريم شركة عرفهم كل زلطن وردالين وكل كلهم اصحابي وصدقائي وكان مش ولد عمي ولد خالي صديقي وكان مش صديقي صاحبي وكان مش صاحبي ولد صاحبي يعني الان مش صعب جدا ما اشتغلتش حاجة تانية عمي محمد مغاز اتخلت سباكة خدمت هلبة منازل سباكة بعد ستة سابقين لا انا في نفس الخدمة هي لكن كانت الخدمة ضعيفة شوية بالنسبة للمسلصات الواحد خليت باقي السباكة قعدت ناخد عياش نركب الشبكة في المياه والمجاري والخلطات والصخانة ما شاء الله وأطبع على الكريك وأرجو أعطني للمفتح جاي إن شاء الله رب يحفظك عمي محمد أمين يا رب العالمين والحمد ونتمنى الحقيقة من ناسك كلنا الحقيقة أيوة نحن نبه نبه ندير زيارة للمحل من تاعك ونبه نكن تتمشي معنا نبه نشوفه ماشي لما أصريت على الحاجة محمد يرفعنا للورشة وهو أصلاً ما كانش عنده علم مسبق بوجود فريق البرنامج اللي كان يجاهز في المعدات اللي يحتاجها لاستكمال مشروعة خلينا نعرف بعد عشان صار يلا عينيز دعواتها من هنا يا محمد اي دعال جاي اي دعال جاي اي دعال جاي عندك مفتاح محمد اي دعال جاي اي دعال جاي لا ننزل بعدي اي دعال جاي اهه هاد المحل طبعا نقول لك هنه ما كنت مربيش نهلك بالحديد اي لان كل شي جديد يعني صالة ميكة واحد وما تبيش لانه تنتي يبي مؤدات ويبي ديني اي دعال جاي وكانو عندي ضلها الحالة المدينة الضريدة ضلها في حالة كويسة يفتحوه محل تجاري مثلا ما تفكرش أنت تديرها محلتها ولا نديرها ما عنديش مشكلة لا قلنا نجل عدة كاملة ونحصر معايا عامل كويس متع لفان ومتع وحا ونمعها لا يمشي لمو يا عمي محمد طبعا نحن برنامجنا اسمه أرزاق تصاق أرزاق تصاق بس ماشي خدوة حسنة أرزاق تصاق وحن سبب لأكتر ولا أقل في رزق اليوم جابه لك ربي إن شاء الله يا رب العالم جاب لك رزق اللي هو طبعا نفتح الدكان وتشوف شين الرزق اللي جابه لك ربي وحن سبب لأكتر ولا أقل في هذا الرزق عمي محمد محبتين بيكم وإن شاء الله في مزان حسناتكم أكتر يلا شوفوا المحل وحن سبب لأكتر ولا أقل في هذا الرزق عمي محمد إن شاء الله بارك الله فيكم يلا واحدة واحدة لك يلا يلا هل يفتح لكم الباب يلا يلا هل يفتح أفتح أفتح محمد هفتح المحل هفتح المحل واخدناه من ولدك الكبير اه 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 واخدناه من ولدك الكبير سعني تمام مفتح هاي يا سر هذا المحل يا عمي محمد يا عمي محمد طبعا احنا كنا سبب لا اكتر ولا اقل في هذا الرزق ووفرناه لجميع المؤدات اللي تب بيها والتصليح واخدوه طبعا بومبات جدد وفتع غيار جديد ووفرناك فيه كل شيء هذا الرزق جابولك ربي نحن وزرة البرنامج سبب لا اكتر ولا اقل هذا الرزق وقسمة يا ربي جابولك لانك انت شخص متاب الحمد لله يا رب العالمين وان شاء الله باقي نساعد بيها الناس اكثر فاكثر بارك الله وفيكم يا جزاكم الله خير كانت مفاجر حقيقة والله مفاجر ان شاء الله ربي باركة فيه وفرحتونا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة